اشتركوا في القناة متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك ما اني عرف انك طريق اخره صراب لنا ادرى من حبك اخف ولا 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 ادرى من حبك اخف موسيقى لنا أدرى من حبك أخف ولا أدى أعراب لانسحة ليلة تنسيها ليلة بنت أكابر وهتاشي الشيطة أكابر لا هيا المركب اللي ضلها فرنسا فيه لا دي حاضرتك تحركت من أربع ساعة أو أكتر إحنا لما خرروا إن أنت ونذي تجي تأيش معي هناك كان عشان نبقى عائلة مع بعض لا كان مش الناتزة تكون وسط عائلة عن جد مش باي واما بيجتمعوا غير بالعزومات وبالمناسبات الاجتماعية وهو بسلامة الدكتور ما كلمهاش يبلغها لينو حيت أخ يمكن تيفون بتاع المستشفى ما كانش فيه حرارة لجوازتهم اللي ما فيهاش حرارة المحاولة برضو بترضي دميرك بتنايمه شوية بتحاول تشتغل بتنشغل بتحاول تبسط اللي حواليك بتعمل نفسك أنت كمان مبسط هان هرب يبط يا دي اليوم اللي مش فايت فو يا ست انت اللي هو لزيئك اللي انت اسمك إيه كريمة بان جارنا 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 مرحبا. 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 من يجب أن تكون؟ أمام المكلمة. لا تتحرك، تحبكي وكراً لكي تتحرك. إذا أخذكي مرحباً... اتحكي لكم شفتوا الراجل الناقص اللي اسمه مسعود عمل ايه؟ ايه؟ بشكله كبر وعقله خف طب كبر وعارفنا مع عقله خف ازاي عمل ايه؟ تخيالوا كان بيعاكسني يوم سباق حفيته؟ يا خبر يا حرام بنته كانت وقفة في نص هدومها من كسفتها مني مين مسعود ومين بنته؟ تور جرانة وريبين من هنا وريبين ايه بس؟ دور ساكنين بعيدة عن هلها بتلات شوارع انا مش فاهم انت ايه اللي ودك؟ مش بيقولوا النبي وصع على سبع جار الستة طلبت مني حاجة حلوة توزعها في السبوع وعزمتني اكسر بنفسها؟ اهي جاتلكوا اللي تكسر بنفس بلند تشربوا حاجة تانية؟ لا مارسي مش قلتلك تعدي علي يا نبيلة؟ ما انا كنت في مشوار في السوق مع عيدة وكنت هعدي علي حضرتك وأنا راجعة طب وإيه بقى السوق؟ في حاجات حلوة؟ ايه؟ نبيلة جابت قماش كتير حلوة عال احنا حنحتاج نشتري قماش ولوازم كتيرة في الفترة الجاية هو مفيش حد هنا ياخد الطلبات ولا ايه؟ هاتيلي شاي بلبة اللي اقول لي يا نبيلة عندك صورة جديدة؟ لا والله يا طنت يبقى لازم تروحي تتصوري عند الخواجة قرتين عشان انا اتفقت مع ستة لوحز القطبة انتي خرات البنات خرتك خلاص ويا دوبك نبتدي ندور لك على العريس متهيقلي يا طنت العريس هو اللي مفروض يدور علي المهمة تعترف بعض وانتي لازم تحددي يوم يبقى يوم الزيارة بتاعك يوم شو؟ كل ست بتعمل يوم زيارة بتعزم الستات يجو عندها يقضوا اليوم دي افضل طريقة تتعرفي بيها على ناس اكتر وما تحسيش انك غريبة في المكان انا متهيقلي من يوم ما جيتي محدش دخل بيتك تقريبا لا ابدا انتو بتشارفونا باي وقت انا بس بالاول كنت بحاجة اتعوض على البيت وهلا عم بتعوض انه اهدام بي نادية فالامور شوية ملخبطة بس اكيد بكرا منعمل عزيمة وبتنورونا اللي هي نادية فين صحيح نادية نايمن بالبيت وخيرية معا ايه؟ الا صحيح هو الدكتور عمل معاك ايه؟ اتأخر عليك مبارح طب لو ها بتحبهوش قوليلي واجيبلك حاجة تانية اجيبلك طعمية سخنة في رجل بيعملها حلوة قوي على أول الشارع ما انت لو ما كلتيش هنضطر نروح المستشفى اللي انت مش عايزة تروحيها هتقعي من طولك مش هتجل كالت سابقت كنت نايمة ما قدرتش أستنى بصراحة كان ملي فطر بقى لحد مروح عمل لنا كوب بيت إن شاي موسيقى 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 ما قلت ليش بتشربيه ازاي كنت بدور على حاجة فرشة علشان ما واسخ لكيش الدول سكري مضبوط هاتي وانا انت مش قطي مش عودة رقها جري علي لما شافيته في قدينا خدي يا سيتي اها فضالي يبتك على مهلك افرت حشر في زورك بتخبطيه على دهري او تخبطك على نفوخك جالها عريسه بتتقمر حد يلاقي حد يستأثته ويرحمه من مرمطة الشغل زيت انت فاكرة الجواز مش مرمطة على قل مرمطة الشغل اخر الشهر بتخضي عليها مرتب فلوس اسأليني انا استنوا يا بنات مش هتأخر عليكم او عتكون ما حشتليش تسجرة ويدي تيجي؟ اتفضلها ست نعمات ايه دلي مين بتاكني بقالها يومين؟ حاسة ان اديلها تكسم البريمو ان شاء الله بس انت قولي يا رب ايه يا رب اتفضل ايه يا رب اوه يا بنات استنوا انا نزل الشغل طيب قديني بس خمس دقائق وهنزل معاك على فين؟ همشي مكتر خيرك لحد كده لا انا خير مكمل معاك لحد ما تخفي الا لو كنت هتروحي على بيت اهلك ساعتها مش هقدر اقولك خليكي قاعدة تلاقيهم متوقشين عليك بس انا ما يبقاش اقعدة عندك اكتر من كده انا مش هايزة تقل عليك انت واخد بالك اني قاعدة لوحدي واني مش من البلدي انا سايب اهلي وقاعدة هنا لوحدي ودي حكاية طول شرحها يمكن لو لينا نصيبة بقى احكيها لك للقصد لو ملكيش حد هنا تروحي له وعدم المؤاخذة يعني انت معكيش شنطة هدوم ولا دياولو خليكي قاعدة هنا لحد ما صحتك ترد وروحي مكان ما تحبي الا لو في حد مستنيكي ساعتها ندور عليه ووديك الحد عنه لا انا معرفش حد هنا خلص بس مقطوع من شكرا زرعيشتوني كده؟ حاجة زي كده بص يا بنت نز انا كنت نزلة وزعيبالك البيت لوحدك ومقامنالك هو اي نعم يعني البيت ما فيهوش حاجة اتناعي فيها بس مقامنالك برضو فانت كمان ممكن تأمنيلي بس مقامنالك انا هاربو انا من البدالي من جزء امي بس الومي ما تد هو عايز يجوزني الوحد يشتغل معي أصدقائي إنه هو هو اللي بيشتغل عنده وأنا مش عايز هو طمعاً في الفلوس اللي هتجيله من تحت رأس القوزي وأنا ما قدرتش أستعمل فهربت هربت وخيفة رجعش لغاس إنه هو كان يقتلني طب ملكيش إخوات قرايب مش معنى جتي على هان ما عاربش ركبت بقى اللي لقيته قدامي ولاقيت نفسي هنا الواحد أما بيكون بيهرق مش فارق معه وراح فين مهم بس إنه هو يهرق منه اللي هو بيحاول يبعد عنه بس اللي بيهرق بيبقى عامل عاملة هو بيبقى خيف لا يتعمل في عاملة فبيحاول يحمي نفسي أنت اللي لازم تحمي نفسك أحمي نفسي إيه أمين بقولك بنت غلبان والدنيا جاية عليها فمش غريبة شوية ما كتهربت من أهلها راحت أي حتة في مصر إيه ليه خليها تسافر بلد تانية ما هي بتقول إن الراجل اللي كان عايز يتجوزها إيده طايل وخافت أحسن يوصل لها برحتك يا جليلة عمتها الحرصي أنا لها حرص ولا هخوين أهي قاعدة يومين لحدة بس ما تشد حلها وبعدين تبقى تشوفها تعمل إيه هي بس صعبت علي لوحد ما بيختارش الظروف بالنسبة اللي اختار ظروفه شايف إن هي مش مريحها مش يبطل مقوحة بقى ويغيرها أمين أنا مش عايزة تخانق واحنا ليه كون من التكنف الموضودة تصميم إني إحنا هنتخانق عشان بتفور لي دمي يا أمين وصوتك هيعلى وصوتي هيعلى وأنا طلع أغني كمان شوية ومش عايزة صوتي يروح نبقى نتخانق وأنت بتروحني بعد ما نخلص ما تخلينيش هغني بقى وأنا بالي مشغول معاك إنك واخد على خطرك إحنا اللي تنعارفين كويس إن حتى لو جابوا لك خبري برضو بالك مش هيتشغل قوي ما تطلع على المسرح وتسمع تسقف الجمهور للمطربة العظيمة جليلة موسيقى 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 يا رب يا رب ردها لي يا رب يا رب يا رب ما تحرمني منها يا رب ولا تعرمها بالحضن يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شربة احناك ما تأخرت وعندك ديوف نجوف اليك بيا من المرضى تبعك هاي تراحت لعندك على المستشفى وما لقيتك وانت ما جنت بالمستشفى انا اسف قوي يا دكتور جيت لك من غير معايت شو بتحبت تشربة؟ ما فيش داعي بك لا أبدا ما بيصير ان كان ولا بود يبقى ينسوه تفضلي بس كيف كان ندي؟ هاي اللي قابك؟ لا دا انا لمفرود اني اسألك ولا هو انخب الوض تفضلي تفضلي قديني سمعت كلامك ومشي ستة نابة من قولك لا انا مش عايز امتنانك انا عايزك انت يا ستة واصل الستة حد بيدها وده حسابك هاو شكرا استنى يا ستة بكرا لو ما جيت ليش حاجي لك انا والمرا دي بقى مش عارفة ازا حكاية بابايا العيان دي هتدخل عليها ولا لا وشو هتا الكلام دا سعيدا يا سعد ايامك ولا يليك تفضل يا ستة دي قريباتكو دي ولا الليل لا ابدا والشياء مش غريب علي زي اللي كون شفتها قبل كده ابوها من العينين بتواهي التعبين شوهي ووجات بتسل ع الدوة بتاعه لا فيك الخير مش ملاحق عيانين في المستشفى وفي البيت لازم تريح يا حبيبي عن اذن حضرتك اذنك معاك يا دكتور يا قادر جايبها لها لحد البيت فين الحنطور ما انا قلتلك يا ماما استني جوا الحد ما ييجي له القطر حيستنانا اياك القطر ليسا فادله ساعة الاقل طب سيب الشامطة اللي في ايدك اللي انت محتاس بيها دي وشوف لانا حنطور يا باي يعني ابرودك اتمنى اطرح افرح وياك واتهنى في شبابي في شبابي بعاك اول خيال يشغل الفكري اول حبيب حير لأمري ساعة ما جت عيني فعلي حصيت بقلبي ملقلي يا ريت نعش ما بين ايدك فقير غالي مايهمنيش يا وردة قوني ما تخفيش بيحبني مايحبنيش بيحبني مايحبنيش بيحبني بس 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 مش تسألني اشرب ايه؟ انت رجاتي امتا؟ لسه وصلة وحياتك ايه؟ تياترو كان مدل من غيري؟ الزباين كانت هتتجنن عليكي كانوا بيسألو عليكي كل يوم والتاني واديني رجعت له البنت مكانها مع فرقة كبيرة في مصر مش هنا متقبليهاش فينا بفقها بقى وانت تكره لها الخير؟ او انتي هتموتي والخير يحصل اللي حواليكي بالعندي فيك اه؟ هي بالذات بحبها وعارفة انها مش اقلم من اللي بيغنوا يمثلوا هناك ولا خايفة في الشهور الاجازة اللي اخدتيها تكون خدت غلوتك عند الزباين فشر اللي حب الليولا مايسلهاش ولو الست ليلة موراد وقفت بنفسها بغنينه بكرة رجع عالمصر حرقص وهتشوف بكرة بكرة؟ ايوا انا قلت عادت النهاردة وعمل فيها سبونة انما ايه الأغنية الجنانت يا بت؟ برضو ما شفت ليش هشرب ايه؟ هشوف الترابيزة اللي هناك واجي اخدت لك خيفي شوية يا لولا هو مش طيقني من غير حاجة انت اللي مدلعه حمدالله على السلامة يا سيطلول الله يسلمك سيطلول الورد كعايزو أم حضرتك وانا من امتى بقعد مع زباين؟ ما انا عارف لكن اصله هو كان بيقوله يقول اللي يقوله وترد تقوله جليلة بتغني بتغني وبس بعمل خبتك خبتي من اسبالي عن اذن انت راحة فان؟ راحة هزقيه ولا ايه مجنونة؟ لا انا يدوب الروح عندي ادوب في البيت التياتر يرجع نور اشتركوا في القناة إذاً اترهت رفع بمشتركوا في القناة احسن شعب رائع بارد هل أنت سرحان ولا الكتاب صعيب لهذه الدرجة؟ دي رواية، لكن جميلة شكلك ما بيقول أنك مبسوط وأنت عم تقراه لماذا بلاكس؟ يمكن سرحت أمر أحدث شوية بتهيئلي لو قريتيها هتحبيياتي كمان أنا ما قريت شي من وقت ما كنت بالمدرسة ما صدقت إخلص من المدرسة إلى إخلص خالص من موضوع المطالعة التراجياتي الإراية مش بتستهويكي؟ أنا كنت الوحيدة وسط البنات اللي ما بحب حصة المطالعة ما بحييتش تريد كتابه عالتقريته بالسر من أنا وصغيرة بحب الموسيقى وهلأ صرت حب أكتر روح أحضر أفلام بس غريبة أنك بتحب الأفلام ومش بتحب الرواية أفلام بيبقى فيها قصة شعر ورقص وموسيقى ولبس تب والحدود من غير كل هالأشياء ما بتصواشي ما رحنا الفيلم اللي وعدتنا نروحه خلاص بكرة أحاول خلص شغلة بدري ورح السينما يمكننا تعشقنا لوحدنا؟ يمكننا أقول أصحابنا لو عايزنا لا لا بالعكس أنا بس أصدر نوم موسيقى موسيقى أنا مش مهم لديك تعمل حكا بتعينك عينك عينك ليلا بالحيل ما لحكي عشو خاطق عشو خاطق منتي منتي عايزة منتي ليلا اسماعيل حواليك ما تخداش مني ما تخداش يا اسماعيل منتي 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 ليلا 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 اه 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 يا رونا لا احنا لازم نجيبلي قصة الخطة اه ما عليش غصبا عني منو للليله ربالك الخفيف شو في كده؟ دول هدمتين بشكو ماشي حالك بيهم لحد ما تقفي على رجلك وننزل نجيبلك كام حاجة ربانا يخليكي لا انا مش عارفة اقولك ايه انتي لو كنتي اختي ما كنتيش هتعملي معي اللي انتي بتعملي ده انتي لو لك اخوات ما كانش الراجل النقص ده استقوى عليكي انما هنقول ايه هي مين ليلا؟ ليلا؟ ايوه وانتي بتحلمك وانتي بتندهي على ليلة دي جارتي اللي ساعدتنا يا رب متتخيرش عنك لو لا الظروف كنت كلمتها وطلبت منها انها تساعدني بس انا مش عايز ادخلها في مشاكل واصل الجزومي لو عارف ان هي اللي هيد ان انا هربت او ان انا بتكلم معيها انا مش عارفة وممكن يعمل فيها ايه لأ ولا تكلميها ولا تكلمي غيرها انك تبعيدي خالص احسن لك يوليهم وانا معاك ياهو جنبك انتي طيبة قوي يا جليلة صعب قوي في الزمان ده ان حد دي لهاي حد يفتح له بيته وقلبه ان كان عالبيت مقدور عليه بسيطة باب القلب ده بقى بتاع ربنا بيتفتح لنا الساعات من غير ما نختار ويدخلوا ويعودوا كده من غير استئزان حالتهم بره صعب قوي بالاخص والدتهم حاولت توقف ان هو انا داخل عشان اطمنها بس اعرفتش اولاي المشكلة انه بنزف كتير قوي تهيلي صعب دي حالة فحشته في قدام مريض في قدام عمليات وانت المفروض بتنقذه وانت شخصين تاخد الامر باش رب العبارات المترجم الى هنا انت يا حبيبي بطل لكاعة وشيل الشانطة دي دخلها للستة هانوا مجوه وانت خدت عالي انا شو تلك تطلع على رسك اتنين يلا بسرعة المركبة تطلع تكهلوا شوية يلا يا اخواننا مهارك سعيدة مهارك سعيدة ستهادة قدي اعرف لو عايزة اطلع فرنسا على اول مركبة اعمل بي اه حابقتك معاك تذكرة؟ لا في جواز سفر؟ اه كده محتاجين لطلع جواز سفر من قلم الجوازات اه طيب هو جواز السفر ده بيتامل باسمي وبيبع عليه صورتي؟ مصبور بعد كده حضرتك هتطلع على القنصلية عشان تخلص التأشيرة التأشيرة والبسورد يعني ممكن اسابية ممكن شهورة موسيقى موسيقى ضرور去 احنا اتعملنا يوم ما ققع دي ايوه انا فكرة حضرتك انا اسف اني مجادش فرصة اشكرك على تعبك معي مفيش تعب ولا حاجة الجرح الشكله بقى احصل اه الحمدلله انت قاعدة معانا هنا شوية مش عارفة والله من شكلها البلد هاني اللطيفة وناسها عيش هاريين مش هتخدي وقت تتعود عليها انا لما جيت في ظرف كم شهر بقيت حاسة ان انا عايش هنا من زمن هو انت كمان مش من هنا؟ انا من وصر بس بقالي هنا حوالي ثلاث سنين فخلاص اخدت على المكان والناس واكتر حاجة حبيتها واخدت عليها هي البحر لما بكون متدقاء او يبقى جاني مشغولة بلاي رقلي جايباني لحد هنا فيه حاجة فهو البحر وصوته بيخد الواحد دي اللي بيقو هو هتبتك مبداي؟ بتحبش بالزبط من عارضة كان عندي عملية صعبة شاب صغير في السن ونسبة نكاح العملية ضويلة جدا وكان المفروض ان يطمن اهله وطمن الدكاترة اللي معايا فط العمليات وانا بيني وبالنفسي مش متطمن اهله بس في الاوقات دي الواحد لازم يصدق انه كل حاجة احتبقى كويسة وده كفاية؟ بتصدقي انه كفاية لما اقولك انه عمليني حاجة عشان كده واعي مهما الدنيا ده تفقد العمل حتى لو الامل ده حجاله دايدا وكل حاجة بتبعدك عنه اكتر ما بتقربك لنا فيش مشكلة ملعاش حال يمكن الموضوع مخصنيش بس واضح انك بتمر بمشكلة او فيه حاجة مضايقاجي بس مهما كانت هي ايه ان شاء الله هتلاقي حالي طولت انا في النوم المراتي زمان اتكلمت الحطام من الزهر لما انه وقفت في المطبخ وعملت ايه المطبخ؟ ولقيت حاجة في المطبخ؟ صراحة لأ بس نزلت جبت حاجات وجيت بس عملت حاجات بسيطة يعني اعلى موسم احبت مساقعها لا ده كده الحمام يستنى بقى ونأكل الاول احبت يا بنتي الايه بنتي طلعتي شاطرة هو بجد عجبتك؟ قوي ما تتخيرش عن بتاعت قبل نعمات ابعرفك عليها قطر خير هبتنجدني في موضوع الاكل ده بس انا برجع من الشغلة مش قادر افكر في حاجة غير اني عايز انام وبكسل اقفع من الاكل ده انا شاطرة قوي في المطبخ بس ما لقيتش غير الحاجات دي في السوق ده كويس انك متهتيش وعرفتي ترجعي اب ايه؟ مش هتاكلي؟ مالك يا كريم ما عرفش يا جليلة بيبان بس عملا بتتقفل في وشي ومش عارف عملي بيبان ايه بتتقفل في وشيك يا كريم امان لو مكانش ربنا نجدك من جزوم مك الدون والجواز الغصب بس انا ما فكرتش انا هعمل ايه بعد اما سيبهم ده انا حتى ملحقتش اخد ولا شنطة تدومي ولا فلوس مش عارف احروف فين ولا هزرف منين ولا هعيش ازاي بتفتكري هنفعلا ايه شهول ولا جبها من قصرها وارجا لا ترجعي ايه اكيد هنلاقي يعني مش هنغلبها تتحل هتتحل يا رب يا رب انا فعلا محتاج الفلوس بصراحة يعني مش هينفع ان انا تقيل عليك اكتر من كده ملكيش دعوة بي يا بقى يا كريم انتي واخد بحسي هو صحيح يعني انا بنامو انتي صحية وبصحة وانتي نايمة بسهول اني نايمة وانا عارفة ان في حد في البيت وانس وكل يبقى عشان انا ما عنديش خيشة وهنزل على الطبقة ده خلصوا كله ومش هسبلك فتفوت موسيقى 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 اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أنا مدمناك موسيقى لنا أدر من حبك أخف موسيقى 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 موسيقى